لعدة عقود من الزمن ظلت هذه القطعة الأثرية مختفية إلى أن تم العثور عليها في مزرعة لأحد المواطنين بضواح مدينة بنغازي ليعود تمثال الذئبة المردعة لوبا كبتولينا للظهور مجددا الحاج سعيد محتفظ بها لعديد سنوات وما كانوا يعرفون أنها حاجة أثرية فالحاجة لما جئنا وعرفناه بالموضوع وقلنا لأرى هذه قطعة أثرية وأنت قاعد عندها في المصر فالحاجة رحب بالفكرة وما اعترضش قال أنا قاعد عندي لها فترة ولقيتها في سوق الخردة الأسطورة الرومانية والتي تعتبر إحدى رموز وعيقونات مؤسسي روما حيث أزح نوميتور والد التوأمين رومولوس ورامس عن عرش الحكم وفقا لأسطورة التأسيس حيث أمرهما بالقفز في نهر التبر لتنقظهما ذئبة لوبا آخر ظهور لها في مدينة مانغازي حسب المتابعة أنها كانت فترة الثمانينات أو بداية التسعينات في منطقة البوسكو في صورة منشورة لها بعدها فقدت ذئبة إلى غاية فترة العثور عليها عن طريق أحد المواطنين موجودة في موزرعة منطقة الصيف الرجل يشير مؤرخون إلى أن هذه المنحوتة الأثرية ترجع إلى الحضارة الإتروسكانية في القرن الخامس قبل الميلاد ليضاف بعدها التوأمين الآدميين في القرن الخامس عشر هنا في قصر المتاحف في منطقة البركة تم وضع تمثال الذئبة المردعة مؤقتا إلى حين إرجاعه إلى مكانه التاريخية بمجرد الانتهاء من بعض أعمال الترميم عليه ليعود إلى سابق عهده عبدالعزيز الفاخري قناة الغد بنغازي بنغازي